موسيقى يبدو أن البنتاجون بدأ فعلا بتحريك القوات الأمريكية كي تكون جاهزة في حال قرر الرئيس باراك أوباما تنفيذ عملا عسكري ضد سوريا البحرية الأمريكية التي تحتفظ بثلاث مدمرات في البحر المتوسط نشرت مدمرة رابعة المدمرة يو اس اس مهان وهي محملة بصواريخ منطراز توما هوك والتي كان يفترض بها أن تعود إلى مرفأها في نورفولك بولاية فيرجينيا وبالتالي فأن المدمرات الأربع وهي مامهان غريفلي راماج باري والمزودة جميعها بعشرات الصواريخ ستنتمركز في شرق المتوسط وبالانتقال إلى دول الجوار فالعاصمة الأردنية عاما ستستضيف اجتماعا لرؤساء أركان جيوش دول عربية وغربية هذا الاجتماع سيعقد خلال الأيام المقبلة لبحث أمن المنطقة وتداعيات النزاع السوري الرسالة الأمريكية الموجهة لدمشق عبر الأردن واضحة ومفادها أن السلاح الثقيل قريب منها فعاشنطن أبقت بطاريات من صواريخ باتريوت المضادة للصواريخ وعددا من مقاتلات F-16 بعد انتهاء مناورات الأسد المتأهب في يونيو الماضي وبقي نحو 700 من الجنود العسكريين الأمريكيين ذوي الاستعداد القتالي العالي في الأردن بعد انتهاء هذه المناورات وانضموا بذلك إلى 100 من رفاقهم كانوا قد أوفدوا إلى الأردن للمشاركة في تدريب القوات الأردنية التي سترسل إلى أفغانستان ولا يفوتنا أبدا وجود قاعدة أنجرلك في تركيا وهي على الحدود مع سوريا هي من أطخم القواعد الجوية للحلف الأطلسي الموجودة في تركيا هذه القاعدة لعبت دورا مهما في الحروب الأمريكية في العراق وأفغانستان وليبيا القاعدة تضم عشرات الطائرات المقاتلة من طراز F-15 و-16 بالإضافة إلى الصواريخ وأجهزة الاتصال المتطورة وفيها تتمركز وحدات من القوات الجوية الأمريكية التكتيكية ويبدو أن خطوات تمهيدية يجب أن تسبق أي هجوم عسكرية محتمل كفرد منطقة حضر جوي إضافة إلى إقامة منطقة عازلة على الحدود مع تركيا ومع الأردن لتكون قواعد عمل خاصة تسبق العمل العسكري الذي قيل أنه قد يكون على شكل ضربات محددة ومنتقة لمواقع الأسلحة الكيموية وقواعد الصواريخ وبحسب رأي المحللين فإن أراد البيت الأبيض إرسال رسالة للرئيس السوري فيمكن أن تكون عبر ضربات جوية محدودة ضد عدد من الأهداف ولكن إن كان الهدف إسقاط الرئيس الأسد فإن الأمر يحتاج إلى التزام عسكري طويل الأمد الأمر الذي لا يبدو أن واشنطن مستعدة له حاليا